بسم الله الرحيم والصلاة والسلام على المباوث الرحمة العالمين كيف يحصل المؤمن في هذا الزمن الصعب بل الصعب جدا سواب خمسين شهيدة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هل هذا ممكن؟ ممكن كما جاء في الحديث الصحيح روي عن الرسول صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أحاول الإمام الألباني ولو شهدوا كثيرة من في السنة قوية إن من ورائكم زمان صبر إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر خمسين شهيدا منكم ده رسول صلى الله عليه وسلم يكلم الصحابة بيقول إيه إن من ورائكم زمان صبر للمتمسك فيه أجر خمسين شهيدا منكم يعني إيه الكلام ده؟ يعني أنت ممكن في الميزانة والإمامة يبلد إيه أجر خمسين شهيدا من 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 الصحابة لهم أفضل خلق الله على الإطلاق بعد الأنبياء بس اقوى هتفكر ان ده معناه ان احنا ممكن نوصل لمنزل اعلى من الصحابة لا لان الشهادة في موازين الصحابة يوم الايام او في اعمال الصحابة نقطة ضحر لك انا هم نتكلم على الشهادة بس طبعا هتكون من اهل فردوس الاعلى ومن عظم اهل فردوس الاعلى كمان مش من اهل فردوس الاعلى بس تصور بقى شهادة شهادة درجة الشهادة بتاعت الصحابي لو مش واحد بس ده خمسين واحد طب ازاي لمتمسك اول حاجة يطابط المطعم يجب ان تتأكد انك بتاكل حلال لان هنا في زمن دلوقتي ربما يمكن تمانين في المية او تسعين في المية المسلمين باكلوا حرام او بيختلط المال للحرام الحلال بالحرام للرسول عسام قال في الحديث لا سيأتي على الناس زمانهم لا يبالي فيه المؤمن يأكلوا من حراما او من حلال هيأكلوا حراما او حلالا فاول حاجة ادخلش على نفسك ما الحرام مش حرام بس ما اللي يكون فيه شبه اي شبهة حرام ربا جنوك الربوية شهادات الاستثمار ما تدخلش على نفسك ناس اللي بتقبل الرشوة واه 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 فيه نشاطات كتير جدا جدا الناس بتشتغل فيها تختلط فيها الحلال بالحرام اقولك امثلة كتير جدا واحد بيبيع خردوات وبيبيع سجاير واحد فتح كافترية بيبيع الشيشة واحد بيشتغل في بنك بيدي قروض ربوية كل الناس اللي عاملين اللي عاملين في البنوك واحد بيشتغل في استوديو لو عراقة بالتمثيل والغناء واحد بيشتغل الطبيب الذي يغالي في الفيزيتا او بيعملش العملية بشكل كويس او جايد بيبيعقل حرام واحد فتح كوافير واحد بيبيع ملابس لمتبرجات واحد كل دول بيبيعقلوش حلال انا مدرونكم امثلا لكن كسير جدا جدا فاول شيء لازم تأكل المال بيجي لك مال اللي يكون نسبة حلال بنسبة مية في المية تاني حاجة الصبر على الابتلاءات والامراض تكون عندك تكون صبور ولا تجزع ولا تشتكي الى الناس لا تشتكي رب العام سبحانه وتعالى الى الناس تالت حاجة الموظبة على الفروض والسنن والمندوبات والمستحبات اللي كان بيعملها الصحابة تصلي الخمس صلوات في الجامعة خصوصا صلاة الفجر يبدو على صلاة الفجر في الجامعة ويستخف بالأزان ويستهز بالأزان وما يروحش منافق وانا بتركوا كلام ده قبل كده الرسول صلى الله عليه وسلم قال اشق اثقل الصلاة على المنافقين العشاء هو الفجر ولو يعلمون ما فيهما لو اتوهما ولو حبوا يعني لو يعرف المنافق ده كان ولقد هممتوا ان امروا بالصلاة فتقام ثم امروا رجلا ليوصلي بالناس ثم امروا بحاطب فيحطب ثم انطلقوا مع رجالهم معهم حزم ومنار فأخالفوا الاقوام اللي اشهدون الصلاة في جماعة فأحرق عليهم بيوتهم الرسول صلى الله عليه وسلم بعدما انت حاسنك تقيل مش قد تروح الجامعة في صلاة الفجر بقى منافق وفي عديث ثاني ذكروا الامام التبراني وصحح احمد شاكل في المسند ولو 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 لو دع الناس الى عرق لأجابوه وانهم لو دعونا الى الصلاة في جماعة ولأتونها ولقد هممتوا ان اضرم عليهم نارة ولما يتخلف على ان منافق حديث صحيح لو انهم دعوا الى عرق او مرماتين في المسجد لأجابوه لو ان الرجل اندعى الناس الى عرق او مرماتين في المسجد لأجابوه يعني لو واحد قالك تعالى هديك عقيقة هتكون لحمة وفتة هتروح تجري في الجامعة يبقى انت بتلاب نداء المخلوق ولا تلاب نداء الخالق طبش دعوني فق لما تفضل المخلوق على الخالق والقاعدة هممتوا ان امر رجل ان يوصلي من ناس ثم اضرم عليهم نارة يعني انا سبحانهم عايز يروح يحرق بيوت الناس اللي هي متخلفة عن اي صلاة من صلاة الجامعة بس بالذات العشاء والفجر لان اي دي علامة علامة الصدق الايمان وقوة الايمان وما يتخلف عنها الى منافق تصوم اتنين وخميس والتلاتة البيض والتسع الاول من زي الحجة وتصوم وتكسب من السيام في رجب وزي القاعدة وزي الحجة ومحرم اشهر الحرم انا كنت تقول قبل كده الحديث ان انسان تلات ايام في الاشهر الحرم خميس وجمعة وسبت بعبادة سبعمائة سنة سام الاتنين وخميس سام التلاتة البيض لو استخفيت بالسنة دي مش هتحصل هذه الشهادة ومش هبالك اجر خمسين شهيد من الصحابة تقيم الليل خاصة في السلسة الاخيرة بالليل ما تنامش واحدة من التبعين بتقول لابنها بتقول لابنها يا ابني لا تكسب من النوم بالليل ان كسرة ان كسرة النوم بالليل تورث الفقرة في الحسنات يوم القيامة فعايز بالك اجر خمسين شهيد من الصحابة لازم تكون متمسج بدينك لان المتمسج بدينه بدينه في الزمن ده كان قابض على الجمر من النوم في الزمن الصعب ده يبقى لازم اول حاجة اطابة المطعم تالت تاني حاجة الصبر على الابتلاءات وعدم الجزع واحتساب الاجر وفعل الصنة منذ بعد تحفظ على الخمس صلوات في الجامع تقيم الليل خصوصا في الصورة الاخير من الليل لا وعدنا في الصورة الاخير من الليل ليه رسول عسام قال في الحديث ان في الجنة الاشجرة يقال لها طوبة يخرج منها حلن صفراء وبيضاء ويخرج منها خيول ذهبية مسرجعت بالدرل ولواقوت لا تبول ولا تغوت خطوها مد البصر لها اجنحة يطير بها اهل الجنة حيش يخيقون فيقول اهل الدرجات الادنى وفي رواية ومن اسفل منهم درجة يا رب اعطيت عبادنا اعطيت اخواننا فيقول رب العالمين انهم كانوا يصلون بالليل وكنتم تنامون انهم كانوا يصومون وكنتم تأكلون انهم كانوا يتصدقون وكنتم تبخلون وكانوا يجاهدون او يقاتلون وكنتم تجبنون انهم كانوا يجاهدوا في سبيل الله طب الدوقتي ما فيش جهاد ما فيدرش غير الثلاثة التانية شوفوا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول لهم ان في الجنة الى شجرة يقال لها طوبة يخرج منها حلل ويخرج منها قيول ذهبية قيول عشبها بالبراق الذي عريبها الرسول صلى الله عليه وسلم الى صدرة المنتهم قيول ذهبية خطوها مد البصر خطوة منها واحدة مد بصر وليه في الجنة يعني يطير بصر اكتر من سوعة البر دليل على تساعة رقوة هؤلاء الناس في الجنة شوفوا رسول عصبان بيقول قطوها مد البصر فيقولوا اهل الدرجة الادنى ما وصلوش لفردوس الاعلى ما وصلوش لدرجة عليين يا رب اعطيت اخواننا اداتهم الخيول الزهبية ومدتناش يا ربنا بيرد عليهم انهم كانوا وصلونا بالليل وكنتم بتنامون انهم كانوا يصومون وكنتم وكان بيصوم اتنين وخميس وكان بيصوم التلاتة البيض وكان بيصوم في التسع الاول من زي الحجة وكان بيصوم في الاشهر الحرة ما انت مكنتش بتصوم خالص هل يساوي الله سبحانه تعالى بين الصوامين القوامين المتهجدين المكتهدين وبين الكسالة المتخازلين المستخفين بالسنن مستحيل يبقى انت لو عايز يكون لك اجر خمسين شهيد لازم تفعل المندبات والمستحبات لازم تقسل خمس صلوات في الجامعة لازم تقسل من الصيام لازم تقسل من القيام والصلاة في الصلوة الأخيرة من الليل تكون صاحب هذا الطريق لذلك لذلك بشرة للمتمسك يدينه انه يقدر يحصل هذه المنزلة العظيمة يبقى اللي ما بيصليش الفجر في الجامعة يتوب الى الله سبحانه وتعالى اللي ما بيصومش اللي ما بيصليش بالليل والناس نايمة لازم يصلي تذكرت انت طمعات في المنزلة دي وعايز عايز يكون لك أجر خمسين شيء من الصحابة تذكرت بقى يعني مستهز ومش عايز ده حاجة تانية لكن مظنش ان فيه انسان عائل يعني يكون عنده أمن ان يوصل لمنزلة زي دي وضيح فانا حكتب لكم الحديث وشرحوا في الوصف انساخوا هذا كلام ونشرون ونشر هذا العلم في ثبابا عظيم العلم علما فالله أجرم عامل بيهما القيامة لا أقل زلك مالجوني مشاهدة ونشروش تبعيه للجرس واشراك في قناة ليصلاكم كل جديد ولساعدوني عن شرصون تربيه أقوله قوله هذا استخدام الله شكراك في القناة